الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله معترفين له بالنعم مثبتين عبادتنا له جل وعلا وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نطيعه في أمره ونحبه محبةً أعظم من محبتنا لأنفسنا وأهلنا وأولادنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريماً كثيراً أما بعد فهذا مجلسنا آخر من مجالسنا في تفسير سورة التوبة أسأل الله جل وعلا أن ينير لنا معانيها وأن يفتح لنا في معرفة أسرارها وأحكامها وحكمها فلنستمع رآيات من هذه السورة فليقرأ القاري بارك الله فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاءً بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجد ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يذكر الله جل وعلا في هذه الآيات عدد من أفعال المنافقين التي يستمرون على فعلها فإنهم كما أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذبون في الحديث ويخلفون الموعد ويخونون في الأمانة ويغدرون ويفجرون في الخصومة ولذا ذكر الله جل وعلا عددا من أشخاصهم الذين اتصفوا بعدد من الصفات التي تسير على طرائق المنافقين التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول هذه الطوائف من ذكرهم بقوله ومنهم أي هناك طائفة من المنافقين عاهد الله أي التزم وإلتزم عند الله جل وعلا وعند عباده وأظهر العهد بينه وبين الله بأنه متى رزقه الله من الخير فإنه سينفق منه في سبل الهدى والخير ولذا عهد الله لينا أتانا أي ذا أعطانا الله من فضله فأقر أن هذه العطية فضل وإحسان من عند الله فتعهد بأن يتصدق ويبذل من ماله في سبل الخير وأنه حينئذ سيكون من الصالحين أي الذين يلتزمون بتنفيذ أمر الله ويقدمون على الطاعات سواء ما كان منها واجباً أو كان منها مستحباً اختبرهم الله فأعطاهم ما ربطوا عهدهم به فرزقهم الله وآتاهم من فضله بعضهم قد جعل الله وفات قريبه سبباً من أسباب وصول المال إليه وبعضهم بارك الله له في ماله فرزقه الشيء الكثير وحينئذ لما آتاهم الله من فضله وإحسانه بخلوا به فلم يقوموا بالنفقة الواجبة ولم يودوا الصدقة الواجبة ولا المستحبة وحينئذ تولوا أي ابتعدوا عن الطاعة ولا يلتزموا بها حيث إن بعضهم ترك صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وهم معرضون أي لا تتأثر نفوسهم لتركهم هذه الشعائر الدينية فكان هذا من أسباب دخول النفاق في قلوبهم وزيادة نسبته عندهم ولذا قال فأعقبهم نفاقاً أي كان من أثر بخلهم وإعراضهم أن ازداد النفاق في قلوبهم وقال فأعقبهم أي أنه أتاهم بعد فعلهم مباشرة ماخوذ من العقب الذي هو في أسفل القدم وخلافها فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم أي أن ما كان في قلوبهم من الإيمان ارتفع بهذا النفاق بسبب إخلافهم العهد مع الله جل وعلا ومن ثم شكوا في وعد الله للمنفقين بالخلف وشكوا في جزاء الآخرة التي ينال الإنسان فيها أشد العقوبة إن كان من المعرضين وأحسن الثواب إن كان من المقبلين واستمر معهم هذا النفاق لاستمرارهم على هذه الصفات إلى يوم يلقونه أي إلى يوم القيامة حيث يلقون الله تعالى فيحاسبهم على أعمالهم ويلقون ما أعرضوا به وما بخلوا به من الأموال فيكون سبباً من أسباب نزول العقوبة بهم حيث يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم كما ورد في الآيات والسبب في ذلك أنهم لم يلتزموا بالعهد الذي عاهدوه مع الله بما أخلفوا الله وما وعدوه أي لم يقوموا بتنفيذ العهد الذي التزموا به وكذلك كانوا يكذبون فلم يصدقوا في عهدهم الذي عاهدوا به وحينئذ بيّن الله جل وعلا أن أحوالهم معلومة عند الله لا يخفى عليه ما في قلوبهم من النفاق وما في أعمالهم من الإعراض فإنه سبحانه يعلم الخفايا فيعلم سرهم وما يبطنونه وكذلك يعلم نجواهم أي الأحاديث السرية التي يتكلمون بها فيما بينهم من الاستهزاء بالصدقة وإدعاء أن هذه الصدقة بمثابة الجزية ونحو ذلك وحينئذ بيّن لهم أنه سبحانه لا يخفى عليه شيء من أحوالهم فهو علام الغيوب ثم ذكر الله جل وعلا صفة من صفات المنافقين ألا وهي الاستهزاء بأهل الطاعة والسخرية منهم فإنهم يسخرون بأهل الصلاة ويسخرون بأهل الصدقات ويسخرون بأهل الصيام ويظنون أنهم على شيء وما علموا أنهم هم الخاسرون فقال جل وعلا في ذكر الطائفة الثانية منهم الذين يلمزون أي يعيبون ويسبون ويقدحون المطوعين أي المتصدقين بأموالهم على جهة التطوع فمن أنفق المال الكثير اتهموه بالرياء وهم لم يطلعوا على ما في قلبه ولم يعرفوا حقيقة أمره ومن لم ينفق إلا الشيء القليل اتهموه بأنه لم يعطي شيئا له منفعة فيقولون للمؤمنين المطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيقولون لمن أنفق المال الكثير بأنه مراء يريد أن يمدحه الناس ويثنوا عليه في الدنيا وأنه لا يريد وجه الله والدار الآخرة ومن لم يكن عنده إلا مال يسير قالوا عنه بأن الله غني عن صدقة هذا وهم لم يريدوا أن يصفوا الله بالغنى وإنما أرادوا أن يخذلوا المسلمين عن الصدقات والنفقات في سبل الخير وإلا فإن الله غني عن الصدقات الكثيرة والصدقات القليلة والله جل وعلا هو الرزاق الذي يعطي من يشاء ولكنه أراد أن ترتفع درجة العباد بما ينفقونه من نفقة كبيرة أو صغيرة وحينئذ كان من شانهم أن يسخروا من أهل الإيمان وأن يستهزئوا بعملهم فبين الله جل وعلا أنهم في الحقيقة هم محل السخرية لأنهم الخاسرون الذين خسروا الدنيا والآخرة وهناك مناسبة في ذكر المطوعين فإن أهل النفاق يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويستهزئون بالمنفقين وأما أهل الإيمان فإنهم ينفقون ويحضون إخوانهم على النفقة ويرغبونهم في بذلها وحينئذ كان لأهل الإيمان الخلف الجزيل والثواب العظيم ورضى رب العالمين وكان للمنافقين أن استمروا على غيهم خاسرين الدنيا والآخرة ولهم عذاب ألي أي مؤلم موج في الدنيا والآخرة ثم قال تعالى استغفر لهم أي سواء عليك استغفرت وطلبت لهم المغفرة أو لم تستغفر لهم ولم تطلب لهم المغفرة فإنهم لن يغفر الله لهم فإن قلوبهم مستمرة على النفاق وليس معنى هذا أن الله لا يقبل توبة من تاب منهم فقد جاءت آيات كثيرة بأن من تاب من المنافقين فإن الله جل وعلا يتوب عليه ويغفر له ما كان منه من نفاق لأنه عاد للإيمان ونفى عن نفسه ما كان فيها من النفاق فكان هذا من أسباب مغفرة الله جل وعلا له كما ذكر جل وعلا في أواخر سورة النساء حينما ذكر الله جل وعلا المنافقين وأنهم في الدرك الأسفل من النار قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وإنما المراد من استمر على نفاقه فإنه لا ينفعه الاستغفار وإنه لا ينفعه ولذا قال إن تستغفر لهم سبعين مرة أي لو فرض أنك استغفرت لهم الاستغفار الكثير فإن الله لن يغفر لهم لكونهم مستمرين على النفاق وذكر السبعين مرة على طريقة العرب في ذكر هذا العدد على سبيل التكثير والمبالغة وبيان أن العدد الكثير لا ينفع في ذلك ثم ذكر العلة في كون استغفار النبي صلى الله عليه وسلم واستغفار المؤمنين لا ينفعهم فقال ذلك أي المعنى والعل في هذا بأنهم كفروا بالله ورسوله أي لم تنطوي قلوبهم على إيمان صحيح وإن كانوا يظهرون الإيمان لكن ما يبطنونه يخالف ما يظهرونه ولذا قال والله لا يهدي القوم الفاسقين أي لا أي لا يوفقهم للطريق المستقيم ما داموا مستمرين على كفرهم وفسقهم ثم ذكر جل وعلا طائفة أخرى وهم الذين يفرحون بترك الطاعات ويظنون أنهم بذلك قد حصلوا الشياء العظيمة فهم يفرحون بترك الجهاد ويفرحون بترك الصلاة ويفرحون بترك الصدقات ويظنون أنهم على شيء فقال فرح المخلفون أي هؤلاء الذين لم يرد الله لهم الجهاد حيث خلفهم الله عن المسلمين فلم يذهبوا للجهاد لأنهم لو ذهبوا مع المسلمين لما نفع المسلمين وإنما يضرونهم بالإشاعات المغرضة وتخذيل أهل الإيمان وتكسيلهم عن الطاعات ولذا وصفهم بأنهم مخلفون أي جعلهم الله يتركون الجهاد فقال فرح المخلفون بمقعدهم أي بجلوسهم خلف رسول الله بحيث لا يجاهدون معه وكرهوا الطاعة ولم يحبوا الإقدام على طاعة الله فكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم بل بخلوا بها وكانت نفوسهم وكانت نفوسهم مبغضة للنفقة في سبيل الله وهكذا كانوا كارهين للجهاد في سبيل الله بأنفسهم ونسوا أن من جاهد لله بنفسه وماله فإن له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة ولم يكتفوا بترك الجهاد حتى خذلوا المسلمين عن الجهاد وبدأوا يبثون فيهم الكلام الذي يجعل المسلمين لا يذهبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا قالوا أي تكلموا وأشاعوا بقولهم لا تنفروا في الحر أي لا تذهبوا للجهاد مسارعين في وقت شدة الحر واجلسوا في في مزارعكم ومحالكم فرد الله جل وعلا عليهم بأن نار جهنم أشد حرا من حر الصيف لو كانوا يفقهون أن يعرفون حقائق الأمور ويفهمون الأسرار العظيمة التي جعلها الله للجهاد في سبيله وكان من شأنهم أن يضحكوا ومستهزئين بأهل الإسلام فقال الله لهم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا إما في الآخرة حينما تكون لهم النار شديدة الحرارة أو في الدنيا فإن أهل النفاق يقدر الله عليهم من المقادير ما يجعلهم يحزنون في الدنيا وذلك بسبب ما أقدموا عليه من معاص وذنوب من شاءها النفاق ومن شاءها تكذيب وعد الله جل وعلا ثم أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بعدد من الأفعال والتصرفات التي يتصرفها معهم فأول ذلك أن يعلم أنهم منافقون ومن ثم يتركوا مصاحبتهم فيما يستقبل من الأيام فإن المنافقين إذا علموا وجود غزوة قريبة فيها مغانم وأمور دنيوية رغبوا أن يكونوا مع المسلمين وأما إذا كان الغزو يخشون منه فإنهم يتركونه ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب إلى تبوك وتبوك بعيدة وسيقاتل الروم والروم عندهم جيوش عديدة وعندهم تقنيات وأسلحة حينئذ ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سينهزمون ولذلك ترك الجهاد معه ولذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إذا غزوت بعد فلا تصحب هؤلاء المنافقين الذين يقول قائلهم يحسبون أن جلاد بني الأصفر كجلادي غيرهم فحينئذ إذا طلبوا منك الإذن للخروج والجهاد معك في غزوة قريبة يظنون أن فيها مغانم عديدة فاعتذر منهم وقل لن تخرجوا معي أبدا فإنكم قد رضيتم بالقعود أول مرة ولذا لن تقاتلوا معي عدوا وإقعدوا أيجلسوا مع الخالفين أي مع أهل الأعذار من النساء والأطفال ونحوهم الذين يناسبوا حالكم حالهم ثم وجهوا بتوجيه آخر وهو ترك صلاة الجنازة عليهم فقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا أي لا تصلي صلاة الجنازة على هؤلاء المنافقين ثم قال ولا تقم على قبره أي لا تقف على قبره دافنا له أو داعيا له إنهم كفروا بالله ورسوله أي هذه العلة التي من أجلها تركت الصلاة عليهم وأدعى لهم ثم استمروا على هذا الكفر والنفاق حتى ماتوا وهم فاسقون أي خارجون من الإيمان إلى النفاق ثم وجهوا بتوجيه رابع وهو أن ما يعطيه الله عز وجل لهم من أموال وأولاد إنما يريد الله ليعذبهم بها ومن ثم لا تغتر بوجود هذه الأموال والأولاد لديهم ولا ولا تستحسن ما رزقهم الله من هذه الأموال والأولاد فإن الله جل وعلا يريد أن يعذبهم بها إما بعذاب في جمعها أو بعذاب في مناضلة الآخرين على حفظها وإما بخزنها وعدم إنفاقها على أنفسهم وإما أن يعذبهم بها في عذاب الآخرة وإما بجعلهم ينفقونها فيما يتضررون به وما يكون وبالا عليهم من أمور دنيوية كإنفاقهم في المسكرات أو المخدرات فإن الله يريد أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم أي تضيقوا وتشتدوا عليهم أنفسهم بهذه الأموال لأنهم كانوا كافرين ثم ذكر جل وعلا صفة من صفاتهم ألا وهي أنهم مع كثرة أموالهم وصحة أبدانهم إذا طلب منهم الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم اعتذروا بأعذار واهية كاذبة فقال جل وعلا وإذا أنزلت سورة أي أنزل الله أمرا إلهيا وحكما شرعيا أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله أي ليكن عندكم يقين بوعد الله وانتظروا ثوابه في الآخرة وجاهدوا مع رسوله ببذل أموالكم والمشاركة في القتال معه وجدت أهل الطول أي أصحاب الأموال الكثيرة يستاذنون أن يعتذرون ويطلبون منك الإذن في ترك هذا الجهاد ويقولون ذرنا أي تركنا ولا تطالبنا بالخروج معك لنكن مع القاعدين أي الجالسين الذين لا يقاتلون من النساء والمرضى وأهل الأعذار ولذا عابهم الله بذلك فقال رضوا أي قنعوا وجعلوا لأنفسهم المكانة الصغيرة والمرذولة بأن يتركوا الجهاد ويبقوا مع هؤلاء الضعفاء وما ذاك إلا أنه قد ختم على قلوبهم فأصبحوا لا يميزون ما ينفعهم مما يضرهم ولذا كانوا لا يفقهون أي لا يعرفون حقائق الأمور ولا يفهمون ما يعود عليهم بالنفع حقيقة ولما ذكر حال المنافقين في تركهم الجهاد ذكر حال المؤمنين بإقبالهم بفرح وسرور على طاعة الله والجهاد في سبيله ولذا قال لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا أي بذلوا من أموالهم وأنفسهم في سبيل الله وحينئذ أورثهم الله الخيرات في الدنيا وفي الآخرة فأعقبهم الله العاقبة الحميدة نصرا على الأعداء وأخذا للمغان ورفعة درجة وعلو منزلة وعزة وكرامة وكذلك أصبحوا هم المفلحين بمعنى الفائزين الذين كانت لهم العزة والمكانة وأورثهم الله ما لدى الكافرين من بلاد وأموال وحينئذ ذكر الله ثوابهم في الآخرة فقال أعد الله أي هيأ الله وجهز الله لهم جنات أي البساتين العظيمة المستملة على الأشجار الكثيرة التي يغطي بعضها بعضا تجري أي تسير الأنهار من تحتها بسرعة كبيرة خالدين في تلك الدار لا يخرجون منها أبد الآباد لا يأتيهم موت ولا نوم ولا مرض ولا حزن وحينئذ كان ذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز أكبر منه حيث ينعمون بصنوف النعم ومن أعظمها أن يمتعوا بالنظر إلى الله جل وعلا ثم ذكر من يقابلهم فقال وجاء المعذرون من الأعراب أي الذين يدعون أن عندهم أعذار وهم كاذبون في ذلك ليؤذن لهم أي من أجل أن يرخص لهم في ترك الجهاد وقعد الذين كذبوا الله ورسوله يعني هناك طائفة أخرى حتى الاعتذار لم يعتذروا تركوا الجهاد وتركوا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لشيء وقل بأن المعذرين هنا من كانوا من أصحاب الأعذار حقيقة ويقابلهم من كان من أهل النفاق فإنهم يجلسون بدون اعتذار ولا استئذان ثم وعده ثم توعدهم الله فقال سيصيب أي سيحل على الذين كفروا منهم عذاب أليم أي موجع مؤلم في الدنيا وفي الآخرة ثم ذكر الله جل وعلا صنوف أهل الأعذار الذين يُعذرون في ترك الجهاد فقال ليس على الضعفة أي من لا تقوى أبدانهم على القتال ولا على المرضى أي الذين جاءتهم علة أعجزتهم عن القتال ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون فليس لهم قدرة على توفير ما يركبونه في غزوهم وليس لهم قدرة على توفير الزاد الذي يغنيهم ويطعمهم في أثناء الغزو فهؤلاء لا حرج عليهم أي لا إثم عليهم بشرط أن يكونوا ناصحين لله ورسوله أي يتمنون الخير لأهل الإسلام ويتمنون أن لو كان عندهم قدرة لشاركوا في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصل النصح أن يطلق على البيض يقال ثوب الناصح أي أبيض وذلك أن قلوبهم لما كانت مليئة بالإيمان وناصحة لله بمعنى أنها مؤمنة ومصدقة بوعده وترجو رضاه وتؤمل في مغفرته وناصحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته والسير على سنته والثناء عليه ودعوة الناس إلى اتباعه فهؤلاء من المحسنين والمحسن لا سبيل عليه أي لا طريقة لجعل العقوبة عليه لما كان عليه من الإحسان في نصحه لله ورسوله والله غفور الرحيم يتجاوز عنهم تركهم للجهاد لوجود هذه الأعذار الحقيقية التي يتصفون بها وهناك طائفة أيضا لا يجدون ما ينفقون وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يعطيهم من الإب لما يركبون عليه للغزو فاعتذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدبروا وهم حزنون تفيضوا عينهم من الدمع يخشون يريدون أن يقاتلوا مع رسول الله ويرغبون في ذلك ولكنهم لم يجدوا نفقة يتمكنون بها من الغزو ولذا قال ولا على يعني ولا يوجد حرج على الذين إذا ما أتوك أي حضروا عندك لعدم وجودي ما يركبون عليه من الدواب وطلبوا منك أن تحملهم بإعطائهم دواب يركبون عليها للغزو فاعتذرت إليهم وقلت لا أجد أي ليس عندي من الدواب بما أحملكم عليه فكان من شأنهم أن يذهبوا عنك وهم حزنون قلقون أعينهم تفيض من الدمع أي تتهاطل عيونهم من الدمع الغزير حزنا أي أسفا أن لا يجدوا ما ينفقون فيتمكنون بذلك من الجهاد في سبيل الله إنما السبيل أي إنما يجعل طريق الإثم ويجعل الوزر العظيم على الذين يأتون إلى رسول الله يطلبون منه الإذن في ترك الجهاد بينما هم أغنيا عندهم القدرة على الجهاد فلديهم الدواب وعندهم الطعام ولديهم الأموال ومع ذلك لم يريدوا الجهاد مع رسول الله رضوا أي رغبت نفوسهم وإطمأنت إلى أن يكونوا مع من لا يرضى أصحاب العزة والكرامة أن يصنفوا معهم من الخوالف من النساء والأطفال وأهل الأعذار وما ذاك إلا أن الله ختم على قلوبهم فأصبحوا لا يعلمون ما ينفعهم وما يعود عليهم بالخير ثم ذكر الله جل وعلا من شانهم أنك إذا عدت إليهم منتصرا فإنهم يعتذرون إليكم أن يبحثون عن الأعذار التي تجعلكم تسامحونهم وتغضون الطرف عنهم فأرشد الله المؤمنين إلى أن لا يقبلوا أعذارهم وأن لا يؤمنوا ولا يصدقوا ما يعتذرون به ويخبروهم بأن الله قد أوضح لهم حقيقتهم وبيّن لهم أنهم إنما جلسوا نفاقا وكفرا ولم يجلسوا عجزا وحينئذ حذرهم من عقوبة الله وقال وسير الله عملكم ورسوله في ترككم الجهاد واستهزائكم بالمؤمنين وتثبيطكم المؤمنين عن الطاعات ثم تردون أي تموتون فتعودون إلى الله عالم الغيب أي الأمور الخفية وعالم الشهادة أي الأمور الظاهرة فينبئكم ويخبركم يوم القيامة بجميع أعمالكم التي عملتموها في الدنيا ومن شأنهم أنهم يبذلون الأيمان ويحلفون على الكذب من أجل أن يعرض عنهم المؤمنون ولا يقدحوا فيهم لتركهم الجهاد ولذا قال سيحلفون بالله لكم أن يقسمونا شد الأيمان إذا انقلبتم إليهم أي رجعتم منتصرين فائزين لتعرضوا عنهم أي من أجل أن لا تؤاخذوهم ولا تقدحوا فيهم فأمر الله المؤمنين بالإعراض عنهم وعدم وضع قيمة أو وزن لهم وذلك أنهم رجس يعني لو صحبوكم لما انتفعتم بصحبتهم وحينئذ فعدم ذهابكم معكم من صالحكم وهؤلاء المنافقون مأواهم أي مآلهم ومصيرهم إلى نار جهنم جزاء بما كانوا يكسبون أي لنفاقهم وتركهم الطاعات ثم هم يحلفون الأيمان لا ليرضوا الله وإنما ليرضوا المؤمنين عنهم فيعاملون ويجاملون وحينئذ قال تعالى فإن ترضوا عنهم أي لو قدر أنكم رضيتم عنهم وصفحتم عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ففي هذه الآيات أحكام عظيمة منها جواز أن يعاهد الإنسان الله جل وعلا على فعل طاعة من الطاعات ومن ذلك النذر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النذر مكروه وأن الأولى بالإنسان أن يقدم على الطاعة بدون أن يكون هناك نذر منه فإنه قد تضعف نفسه فلا يؤدي النذر الواجب وفي هذه الآيات أن من عاهد الله على شيء وجب عليه الوفاء بذلك النذر ولزمه أن يؤدي هذا النذر وإذا ربطه بأمر مستقبلي فإذا حصل هذا الأمر وجب عليه الوفاء بذلك وفي هذه الآيات أن ما ينال الإنسان من خير دنيوي فهو فضل وإحسان من رب العزة والجلال وليس ذلك لنذره أو عهده الذي عاهده وفي هذه الآيات أن الصدقة في سبيل الله في طرائق الخير طاعة من الطاعات على أهل الإيمان أن يحتسبوا البذل فيها وفي هذه الآيات أمر أهل الإيمان بأن يكونوا من الصالحين المقدمين على طاعة الله جل وعلا وفي هذه الآيات النهي عن البخل وبيانوا أنه من أسباب العقوبات الدنيوية والأخروية وفي هذه الآيات تحريم الإعراض عن طاعة الله الواجبة وفي هذه الآيات أن الذنوب والمعاصي يجر بعضها بعضا فمن كان من أهل البخل وأهل الكذب في عهده فلا يأمن أن يكون ذلك سببا من أسباب نحلول النفاق في قلبه وفي هذه الآيات من الفوائد تحريم الكذب ووجوب أن يكون الإنسان من الصادقين ومن أعظم الكذب الكذب على الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن المؤمن يجب عليه أن يضمر في قلبه طاعة الله وطاعة رسوله وتصديق وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا يعقد قلبه على خلاف ذلك وفي هذه الآيات وجوب تخليص الإنسان لأحاديثه السرية ومناجاته للآخرين من مخالفة أمر الله والاستهزاء بعباد الله وفي هذه الآيات تحريم تثبيط الآخرين عن الطاعات وصرفهم عنها سواء كانت طاعة قليلة أو طاعة كثيرة وفي هذه الآيات تحريم السخرية بأهل الإيمان وفيها تحريم السخرية بطاعة من الطاعات والحذر من أن يكون ذلك كفرا مخرجا من دين الإسلام وفي هذه الآيات المنع من الاستغفار للكافرين والمنافقين نفاقا أكبر وبيانوا أن من استغفر لهم فإن فإنهم لا ينتفعون بذلك الاستغفار وفي هذه الآيات الأمر للمؤمنين بالفرح بالطاعات والتحذير من الفرح بتركها وفي هذه الآيات ترغيب أهل الإيمان بأن يكونوا محبين للطاعة محبين لأهلها راغبين فيها مع تحذيرهم من كراهية الطاعات وفي هذه الآيات أن النفس المؤمنة ينبغي أن تكون سخية تبذل في سبيل الله ما استطاعت من وقت ومال وجهد وبذل نفس وفي هذه الآيات وجوب أن يكون الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله جل وعلا وليس من أجل أمر دنيوي وفي هذه الآيات التحذير من شأن أهل النفاق الذين يبثون الإشاعات التي تخذ للناس عن طاعة الله وأمر أهل الإيمان بعدم الاستجابة لإشاعاتهم المورضة ودعواتهم الكاذبة وفي هذه الآيات وجوب أن يستعد الإنسان للآخرة بأن يفعل ما يجعله من أهل الجنة ويجنبه أن يكون من أهل النار وفي هذه الآيات تحريم الضحك على أهل الإيمان وبيان أن أهل الإيمان يتضامنون فيما بينهم في فعل الطاعات وفي هذه الآيات ترك صحبة أهل النفاق وبيان أنهم يضرون من يصاحبهم وفي هذه الآيات الأمر بترك أصلاة الجنازة على المنافقين وترك الدعاء لهم ويستفاد من هذا مشروعية صلاة الجنازة على المؤمنين وكذلك يستفاد منه مشروعية الدعاء للمؤمنين عند قبورهم ولكن ليس هذا على سبيل جماعي وإنما يدعو كل واحد وحده وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل ومع ذلك لم يدعو مع أصحابه دعاء جماعية وفي هذه الآيات عدم الاغترار بما يؤتيه الله للكافرين والمنافقين من الأموال والأولاد وفي هذه الآيات بيانوا أن بعض النعم الدنيوية قد تكون سببا من أسباب شقاء الإنسان وعدم راحته في دنيا وفي هذه الآيات أن أنفس الكافرين والمنافقين ضيقة غير منشريحة ولا متسعة وفي هذه الآيات المنع من الاستئذان في ترك الطاعة الواجبة لمن كان قادرا عليها ومن ذلك عبادة الجهاد التي التي تيسنفر أهل الإيمان إليها وفي هذه الآيات الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الذين بذلوا من أموالهم وأنفسهم وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآيات أن من بذل من ماله ونفسه فإن الله سيعقبه العاقبة الحميدة في الدنيا كما كان ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الأجل حيث أورثهم الله العزة والكرامة ورفعة الدرجة في الدنيا مع ما نالوه من مغانم كثيرة ومن تمكين من الأعداء ونصر عليهم مع ما ينتظرهم من أجر أخروي وثواب في الآخرة وفي هذه الآيات أن الاعتذار بالأعذار الكاذبة لا تغني عن صاحبها شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة وفي هذه الآيات أن أهل الأعذار الذين يعجزون أو يصعب عليهم القتال فإنهم معذورون ومن هنا أسست قاعدة شرعية أنه لا واجب مع العجز فمن عجز عن واجب من الواجبات الشرعية سقط عنه ذلك الواجب وفي هذه الآيات أن من أنواع العجز العجز البدني والعجز المالي وفي هذه الآيات وجوب أن يكون العبد ناصحا لله ولرسوله بتصديق وعد الله وتمني نصر المؤمنين والجهاد في سبيل الله بما يستطيع العبد وفي هذه الآيات فضل الإحسان وعظم أجري أصحابه وأنهم لا ينالهم شيء من الإثم متى بذلوا ما يستطيعون وفي هذه الآيات فضل البكاء في طاعة الله عز وجل حزنا أن لا يتمكن الإنسان من الطاعة وفيه أن الحزن الناش من عدم القدرة على الطاعة أمر مرغب فيه وليس بمذموم وفي هذه الآيات أن القادر على الطاعة التارك للواجب منها محل نقص وذم من عند الله جل وعلا وفي هذه الآيات عدم قبول أعذار المنافقين فيما يعتذرون به في ترك الطاعات متى علما كذبهم فلا يمارون ولا يجاملون في ذلك وفي هذه الآيات تحذير المنافقين من اطلاع الله على أسرارهم وما في قلوبهم وبيان أنهم سيحاسبون على ذلك كله وفي الآيات أنه ليس كل من حلف يكون مقبول اليمين ولذا يقيد قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر من حلف له بالله أن يقبل وأن يصدق بأن يكون الحالف ممن يعرف بالصدق في يمينه وأما أهل النفاق فإنهم يعرض عنهم كما في هذه الآيات وفي هذه الآيات وجوب أن يسعى العبد لتحصيل رضا رب العزة والجلال لأن يكون ساعيا في رضا الناس وقد أخذ ألا إم من قوله ومنهم من عاهد الله أن من التزم بالصدقة في ماله لفعل المستقبل وجب عليه ذلك كما قال الجمهور خلافا للإمام الشافعي كما أخذ الإمام وأبو حنيفة من هذه الآية أن من ربط الطلاق على أمر مستقبلي لفعله فلم فلم يفعله وقع طلاقه والجمهور على أنه يعتبر يمينا يواخذ فيها بحكم الأيمان على خلاف فقهي مقرر بين أهل العلم في ذلك بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهداة المهتدين كما نسأله جل وعلا أن يبعد عنا النفاق وأن يجعلنا من أهل الإيمان اللهم املأ قلوبنا تقوا وإيمانا وتصديقا بوعدك اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين وحزبك المتقين وأوليائك المفلحين بفضلك وإحسانك يا رب العالمين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين